السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم هذا الخبر الذي يتحدث عن الفنان حسن البلام كورونا يخطف منه أعذ الناس الفنان حسن البلام هو فنان كويتي معروف على الساحة الفنية بالأمس خطف الموت شقيقه حسين البلام وأعذ الناس إليه وكان سبب وفاة حسين البلام هو فيروس كورونا العيد وكان فيروس كورونا قد تسبب في وفاة الكثيرين من الشباب والفنانين والفنانات وأسرهم في الفترة الأخيرة ويفجع الموت الفنان حسن البلام وفاة شقيقه حسين البلام الذي خطفه منه الموت فجأة حسن البلام ينعي شقيقه ونعى الفنان المعروف حسن البلام شقيقه على صفحته الرسمية الذي توفي أمس الأحد وقال في تغريدة له بهذه المناسبة انتقل إلى رحمة الله تعالى أخوي حسين إبراهيم البلام صباح هذا اليوم وسيتم دفنه في مقبرة الصليبخات بعد صلاة العصر ودفن الراحل عصر الأحد بمقابر الصليبخات وحضر الجنادة عدد كبير من أضقاء الفنان والجمور الكويتي المحب لفنه وكانت جنادة رهيبة خيم علي الحزن وأجواء الفراق والجميع راحيواسي الفنان في وفاة أخيه ويدعون له بالمغفرة والرحمة وكان البلام قد أعلن في وقت سابق من الشهر الماضي صابت شقيقه بفيروس كورونا وصعوبة من الفنان الكويتيين الذين حضروا بالأمس جنادة الراحل خالد أمين والفنان عبد الله يهيمن والفنان هدى حسين والفنان بريم الحساوي والإعلامي علي نجم والفنان السورية شكران مرتجع والقارئ الشيخ محمد البراق وآخرون وجميعهم من المقربين له وشاركوا معه في الجنازة وأدوا واجب العداء وتقدموا لزميلهم بخالص الموساة وأصدق الدعوات في وفاة شقيقه وبنفس الإصابة فيوروس كورونا اللعين توفي الفنان مشار البلام الذي هدى خبر رفاته جميع الأوساط الفنية العربية وحزن الجميع عليه حيث رحل في رعان شبابه في عمر 48 عاما وكان الراحل من أبرز الفنانين في الكويت وقدم مسيرة عطرة تحكى له وعنه قصة حياته الفنية لا يستطيع أن يكرنها أحد حيث أصر بأعماله الفنية الساحة الكويتية في جميع الأجنسة الفنية بشكل كبير ثم رحل لأوجي رب كريم غفر الله ما تقدم من ذنبه ومتاخر ترجمة نانسي قنقر